هذا هو نفس الرسيرس إذا استمر هذا الوضع فسوف يكون هناك فيضان سيبه يا أهلا جدام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ده يا جماعة سد الرسيرس في السودان وبيشهد دلوقتي ضغط كبير من مياه الفيضان وده طبعا السبب فيه أسيوبيا والملء التاني لسد النهضة وتغيب المعلومات بين الجانب الأسيوبي والسوداني بشأن ملء وتخزين سد النهضة الفيضان أكبر السودان على إعلان حالة الطوارئ وأعلنت وزارة غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمال السودان حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياه لبحيرة سد مروي وأهابة الغرفة في بيان لها بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة وكافة المواطنين بغض الحيطة ووضع التحوطات اللازمة والتحسك لتصريف المياه ونشارت المواطنين على امتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحزر والقيام بالتدابير اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أي جداول إلا بإشراف اللجان المسؤول عن الجسور حفاظا على القرى والمزارع والممتلكات وأكلت الغرفة وسقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد حتى يمر هذا الموسم على خير وسلام من ناحية تانية بيخرج علينا دين المفتي المتحدث باسم الخارجية الأسيوبية وبيقول أن سد النهضة لن يدر بدولتي المصاب والهدف منه هو توليد الكهرباء فقط وأضاف خلال لقاء بقناة سكاي نيوز عربية أن سد النهضة سيولد الكهرباء وسيدخ المياه إلى دولتي المصاب لافتنا لأن السد يعمل على تنظيم تدفق المياه ويفيد الشعب الأسيوبي والمنطقة وتابع الملء الساني لسد النهضة يمهد لجو إيجابي أفضل لاستمرار المفاوضات مع مصر والسودان الفترة المقبلة ومن خلال المفاوضات نريد التوصل إلى حل يفيد جميع الأطراف ووضع نهاية للخلافات وأكمل لا نرغب في إلحاق الأزى أو الضرر لدولتي المصاب لأننا أشكاه طبعا يا جماعة كلام دينا المفتي غير واقع بالمر لأن باختصار هو بيقول أن سد النهضة لن يضر مصر والسودان وطبعا ده خطأ لأن السودان بيشهد هذا الضرر للعام التاني مرة في الملء الأول لسد النهضة والمراضي في الملء التاني وده بسبب التعند الأسيوبي في تبادل وتغيب المعلومات بشأن الملء وده الوقت السودان في مواجهة الفيضان وضغط المياه وبنا يسترها على أخواتنا في السودان ويعد الأزمة دي على خير ما تنسوش دعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اللي يصبحكم منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته